تتواصل معاناة العراقيين بسبب الأزمات المالية المتلاحقة الناجمة عن العجز المتصاعد في الموازنة العامة والناجم بدوره عن فشل السياسات المالية والاقتصادية للحكومات المتعاقبة على المنطقة الخضراء منذ الغزو الأمريكي لكن عجز الموازنة ليس السبب الأوحد للأزمات في العراق فجعبة الفشل والفساد الحكومي بحسب المهتمين بالشأن العراقي ملأ بأسباب التراجع ولا حاجة في هذا المقام إلا لبعض الإشارات للدلالة على ما وصل إليه العراق من تدهور في ظل تلك الحكومات بيانات البنك الدولي تؤكد أن أقل من 5% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة حصلت على قروض من المصارف المحلية بينما لجأ أغلب التجار والمستثمرين إلى الاقتراض من العائلة والأصدقاء لأن البنوك العراقية لا تحظى بثقة المستثمرين الذين يلجأون إلى مصارف دول الجوار في تعاملاتهم التجارية الدولية أو المواطنين الذين يدخرون أموالهم في منازلهم وعلى الرغم من أن ثلاثة مصارف فقط هي الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة المملوكة للدولة تستحوذ على نحو 90% من أصول القطاع المصرفي إلا أنها في ظل نظام المحاصصة الطائفية والحزبية والفساد الإداري والمالي تكتفي بحسب الخبراء بإقراض الحكومة ودفع رواتب الموظفين ولا يهمها التعامل مع قطاع التجارة أو دعم رجال الأعمال وبحسب مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي فقد جاء العراق في المرتبة 172 من بين 190 دولة على الرغم أنه ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبيك التي تضم كبرى الدول المصدرة للنفط في العالم ولا يتعلق الأمر بالتسهيلات المالية فقط بل يشمل كذلك الشفافية في المعاملات إذ يحتل العراق في مؤشر الشفافية الدولية مراكز متقدمة ضمن قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم مما يعني في رأي محلرين أنه بات محمية صناعية للفساد والفاسدين